استضافت مملكة البحرين أعمال الدورة الثالثة والثمانين للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج التي يشارك فيها عضو المجلس التنفيذي والمدير العام للمكتب ومدير المراكز التابعة للمكتب وممثل عن الأمان العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى يومين متتاليين وافتتح الدورة دكتور راشد الغياض وكيل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أمين عام إدارة التعليم رئيس المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي بكلمة قدم فيها الشكر لمملكة البحرين حكومة وشعبا على الاستضافة الكريمة لاجتماع المجلس كما أكد على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل وبما يؤدي إلى تحقيق تطوير النوعين للتعليم في دول المكتب ويحقق تطلعات قياداتنا وشعوبنا ويعين على سرعة تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للمكتب التي تعتبر خرطة الطريق لعمل المكتب وأجهزته من جهته أعرب الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارات التربية والتعليم للموارد والخدمات ممثل مملكة البحرين في الاجتماع عن سعادته البالغة بانضمامه إلى عضوية المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج مؤكدا حرص مملكة البحرين على استضافة هذه الاجتماعات لما لها من مردول إيجابي في تعميق العلاقات الخليجية والإسهام في تبادل الخبرات والاطلاع على المشاريع التربوية والخروج بالتوصيات الملائمة والتي من شأنها الارتقاء بالتعليم بجميع دول المكتب وبمناسبة عقد هذا الاجتماع بمملكة البحرين استقبل سعادة الدكتور ماجر بن علي النعيم وزير التربية والتعليم بمكتبه أعضاء المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج حيث اطلع على أبرز الموضوعات المدرجة على جلول أعمال اجتماعهم الأخير معربا عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة هذا الاجتماع ودعمها التام لجهود وتعزيز العمل التربوي المشترك على المستويين الخليجي والعربي ومن جهتهم أدنى عضاء المكتب باستمرار اعتداءات الإرهابية على المؤسسات التعليمية في البحرين لمنع الطلبة من الحصول على حقهم الأصيل في التعليم في بيئة آمنة واصفنا إياها بالأعمال المشينة التي تتعارض مع جميع الموافق الدولية والأعراف الإنسانية هذا الاجتماع للمرة الأولى في الواقع الاجتماع المجلس التنفيذي وتمت مناقشة عدة قضايا في مقدمتها طبعا مناقشة التقارير المالية وأيضا استعراض عدد من المشاريع والمبادرات التي قدمت من وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي من بينها على سبيل المثال جائزة المعلم الخليجي المتميز والتي سوف تحمل اسم سمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان وتمت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الجائزة أيضا تمت مناقشة مشاريع أخرى مثل مجلس رعاية الموهبة وأيضا استعراض عدد من المواضيع المختلفة التي تخص مسيرة التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي مكتب لدي خطة استراتيجية هذه الخطة استراتيجية لمدة خمس سنوات كل اجتماع المجلس التنفيذي يتم مراجعة هذه البرامج أيضا يكون هناك تقرير مالي ختامي يتم أيضا مراجعتهم ميزانية للمكتب وأيضا يتم مناقشة الموضوعات المشتركة بين الدول خاصة ما يتعلق بعملية تطوير التعنيم وتجويده ما يتعلق بالتعاون والتنسيق والتكامل بين الدول تبادل الخبرات هذه الموضوعات كلها تطرح في جدوى العمال على مدى يومين حظينا الحقيقة بتوجيهات ممعايا الوزير وتحدثنا عن موضوعات تتعلق ببرامج مكتب التربية العربية دول الخليج وتتعلق أيضا بما يعزز الوحدة الخليجية في مجال التعليم وما يعزز المواطنة الخليجية وأيضا بعض البرامج والممارسات التي تم إنجازها بفضل الله في جميع دول الخليج وطبعا الجميع يؤكد بأن التعليم هو أساس الحقيقة لأي توحد ووحدة لدول الخليج وسنعمل إن شاء الله كلنا في دولنا في دول الخليج على ترسيخ المواطنة الخليجية وعلى القيم المطلوبة لهذا التعاون والتعاضد الذي نعتز ونفتخبه في جميع دول الخليج المكتب التربية العربي لدول الخليج يدين بكل شدة هذه الهجمات على مدارسنا في ملكة البحرين ونعتبر أن هذا هو مظهر مظاهر الجبن والغدر التي لن تنجح بإذن الله ستبقى مدارس البحرين قائم وسيبقى الطالب الخليجي البحريني معزز مكرم وآمن بإذن الله إلى الأبد